الخبر اللي اللي عندنا أوكي ماذا ما شافيني يا حباب بالعنوان أقوى مقلب بتاريخ سوشيل ميديا هممم طارق الباشا هو واحد من أعز أصحابي نزلت تلت مقاطع هي عبارة كانت عن مقلب والمقلب كان بأنس وبيسان وأمبيسان وماية جمال كل ما صاربه أخر فترة وهو عبارة عن مقلب مو أكثر وليكان من اخراج طارق الباشا وسيناريو مملكة القصص وتمثيل فهد الزين وطارق الباشا ما أكيدوا يا محمد جواني سوف أشرحكم القصة بالكامل ولكن ركزوا إياه يا زين فبالبداية كل عادة أنه طارق الباشا دائما نسهر على الانتصال الطولي لأنه قاعد ندور أفكار ونسويه هؤلاء أشياء وقادي على المكالمة خطرت على بالنا فكرة وليه بالمختصر أنه نلعب نفس اللعبة اللعبتها ماية جمال على محمد جواني أنه نروح أساس أنه نحن وإياهم رغم أنه بنهاية شات أنسو بيسالهم ودازيها وراح تعرفون شلون هي وحدة خاينة ومنافقة فالخطة تشانه هو عبارة أن ينزل المقطع ويسوي حالا أنه يفضحني بي وانه نتعاملوا يا جواني من هالكلم رحضت لكم المكان ما يشوفوها يلا عم سجل خمسة أربعة ثلاثة اثنين أوكي دي سجل ايه عم سجل أوكي حلم رحبايا طبعا حاليا عن طارق باشا طلعنا بفكرة جهلمية طبعا بداية شلونك طالعا هلا حبيبي فات جاهز لشي ناري اللي رح نسوي بالسوشال ميديا والله جاهزين يا معلم أوكي حباب بالمخصص هالك الفكرة واللي هو أنه طارق باشا رح يطلع بقطع باتور ويسوي نفسه أنه رح يفضحني وهسا رح نسوي بعشوية عنوية تنجيل صوت أحساس أنه نحن ناخذ الثلاث من محمد جواني كما جواني لا يعرف شي بالموضوع طارق باشا نصطعني بالفكرة رح نطلع عن طارق باشا بعدين بهذا المقطع وحساس هو قضل ضدي رح نشوف هل أنسو بيسا رح يصدقوه ورح يفنو بيها ويدعموه وإن يقدر داخل من عدم شوية تسجيلات ونشوف الحقيقة يلا اوكي فبعد ما خلصنا المكالمة رح تلغيتي الفولو من حساب طارق باشا بالإنستجرام عم ودحسس الناس أنه صارت مشكلة بعدين نزلت على حساب الإنستجرام شوية ستوريات سويت بيها نفسي أنه أنا ضايج وصفت أقول العساس من نسبة الأزقائي لينسون الخبز والملح اللي بياناتنا رغم من الصراحة كشفت القصة كلها من البداية فابل هذه السوريات ستراكزون أني قلت أنه رح تنتشر عليه شوية تسجيلات لكن لما تسمعوها سمعوها بوعي ولكن الصراحة واضحة أنه مينضحك عليهم بسهولة رح تقوم لسوريات اوكي هلو الله ضايب طبعا هذا السوريات بس هابت أطلع بي يعني قرأ نقول الأول جهة رسالة بسيطة سواء الأصدقائي يعني سوشال ميديا وبدون سوشال ميديا أنه يعني ما ينسون الخبز والملح اللي بياناتنا بالنهاية اليوتيوب والسوشال ميديا كلها عبارة عن شيء يعني فترة ويح يروح وصداقة إن شاء الله الدم طول عمر فبس حاب نقول لكم أن كل شي رح تسمعوه بالفترة الجاية أو أي شيء أتمنى أن تأخذوه بوعي أكثر بالنهاية أنا أحب بقناتي مجرد أن أقول أخبار مو أكثر وأحب لكم تستبتون بهذا الشي وأحب أشخاص بمعادهم من إستغرام بساعدهم من هالكلام فبس أحبكم كمال مع تطارق الباشر نزع على سبب الإنستغرام وهذا السوري اللي بديه حسوس المتابعين كأنه أكون شيء غريب قاعد يصير وبعد رجعنا إلى المكالم وصدرنا أتفق أكثر لشنو حين نزل باتور فاتفقنا إنه نزل مقطع ويفضحني بي أنه أساس أن يتعامل ويام حمد جواني وأخذ من عنده فلوس ونسجل هذا الشي كأنه أنا اعترفته بهذا الحقيقة وراح تعرفوا طبعا كل هذا الشي بالمقطع وإساسه مستحيل أخذ فلوس من أي يوتيوبر لأنه كرامتي حصل بالأرض وطبع محمد جواني من كان يعرف بالموضوع فلهذا طارق الباشر كان شوي خايف قرر أنه يسجل المكالمة على مودي ثبت محمد جواني إنه هو ما لا علاقة وإنه أنا أتحمل كل المسؤولية من صراحة أنه دي الخطط الساعة بثنتين بليلين محمد جواني ممكن كان نايم ولكني راح أطكم هذه المكالمة اللي صارت بيني وبيت طارق الباشر أنه انتفق على محمد جواني سماعي جواني أنا ما عملت شي أنا هلأ عم بحكي مع فهد فهد بكرة راح نعمل المقلب اللي اتفقنا عليه أنه أنت عم تبض من جواني ما صاري موافل دو دو سماعي جواني أنا ما تأخذني شو بأخذ فهد وبعد طارق نزل هذا الستوري اللي كان يعتذر به من ما يتجمى لأنه أعساس هو غلطة بحقها وعم يتصر ويصفها راح تكم هذا الستوري شوفها متفتهمون أكثر وطمع هو كل التمثيل بهذا الستوري أنا بدي اعتذر من بنت اسمه مايا الجمال لأنه حسيت أنه بآخر كم فيديو أنا نشرته كنت ظالمة بالفيديوهات تبعاتي على كل حال أنا بعتذر منك مايا الجمال وفي فيديو اليوم أنا لح أطلع وأخذ لك حقك إن شاء الله وطمع بعد نزل المقطع اللي هو أساسا كل التمثيل بدي يفضح نبي عساس أنه طارق الباشا نصدمنا من الصرفه مايا جماله بخمس دقائق نشرت المقطع بالستوري وانضحك عليها فنزلت على سبب الانستغرام بالستوري مثل ما شايفين حاط المقطع مع طارق الباشا وتقول أرفعه شاشة لي فوق وشانت كاتب على هذا الستوري فحق بيّن روح وشوفه المقطع وصار التبتي أما بعده شون اللي صار فمقطع اللي نزلت طارق الباشا تعرض له ويا من الهجوم وصراحنا أحب أشكر طارق الباشا أنه سحمل كل السبات اللي جاتي وكل الأشخاص اللي صاروا يتهجمون عليه وقلوا انت غدار وخسر عشر تالاف متابع فطالب بسطة يا حبايب هذه عشر تالاف ريد الرجع اللي هي مئة ألف مشترك إنه طراحة كان بطرة حطوكم رابط القناة بالوصف روحوا واشتركوا عنده ووصولوا مئة ألف مشترك ويشكروا على التمثيل الخرافي اللي سواه وطبعا أحب أشكر متابعيني على وقفتهم ويايا رغم أني نعون ما تشلت على غلط ولكن رغم هذا ما تخلاوا عني فشكرا لكم الصراحة ما عرف شونا أقول فعلا أنتم ماكوا أحسن منكم ساعة واحدة من نشر الفيديو أنه مرحبا أريد حتوياتك بشغلة ضرورية وطبعا ما يتجمى الردت عليه أنه قلت لي بعث لي رقمك عمودة رسل عليك واتساب وطبعا يحكون مكالمة لكن مجرد أحق فيكم الرقم اللي هو مالطارق الباشا فبعد ما تراسلوا لي سواهلها شوية تاقات المقاطع وستوريات بعد بساعة أرجع كتابي لها رحبا بدي أحكي معك بشي ضروري فمثل ما شايفين هي شنو ردت عليه أنه هلا بعث لي رقمك الواتساب أنا مدنهشي هناك وطبعا بعد هذا شنو صار بالواتساب فصار بالواتساب أنه صاروا مكالمة بيناتهم وهكو المكالمات طبعا ضم تسجيلها فرح أضطكم هذه المكالمة اللي صارت أول واحدة ويا بمايا اللي من بداية صارت تستاطف طارق صارت التنبيع على محمد دجواني صارت تحاول أنه ترشي طارق الباشا تقول لي أنه سأسوي أغنية عندك أنت بس أقف ويايا وصارت تتوسل بي أنه كل شيء تريد أسوي لك بس نطيني الجواز مال فهد أنا متشتكي عليه ودخلني السجن وطبعا ثبت أنه مايا هي تتعامل ويا أم بيسان مو بيسان لأن داما تقول أم بيسان وصارت تقول أنه نخطط سوية ونسوي أشياء سوية رح تشوفون أن تسمعون كل الأشياء بالمكالمة اللي حطكم إياها حاليا لخصتكم إياها يا تنتكوش طويلة شوفوا نخيص ألها مرحبا كيفكم حبابي إن شاء الله تكونوا بخير ونتعم شوفوا الفيديو اليوم بهذا الفيديو بدي أكشف لكم أنه ما في مشكلة أبدا بينه بين فهد ولكن هي كانت لعبة لحتى أكشف لكم لعبة مايا الجمال على جواني مايا الجمال هلأ بعتتلي على الخاص وأنا هم صوره هي ما بتعرف فراح أتصل فيها ونسجل المكالمة وهلأ معي أنا فهد على الخط مش عم تتأكدوا أنه أنا فهد ما في أي شي فهد مرحبا مرحبا كيف مرحبا شو بتقول له متابعينك اللي شاروا عندي الاشتراكات وصاروا يكرهوني إن شاء الله كله يا حباية المسلع مفارق والرجل التفاعل اللي طامع عنده لأن نشافينا ودي هذه خاطر يعني حلم وده فأقرأت بلوصف وحفظي الاشتراكات حلو هلأ يا جماعة هلأ حتصل بمايا ونشوف شو لاح يصير أحلى شيء أنه عندما قلت معي ضروري ضغري أتلقتينا رقم في واتساب فأنا سأعطيه رقمي الأديم يعني ما كتير بهم إذا نشرته في كتير شوية أي فهد هلأ أنا قلت لها رقمي بس ما أطلع عند النورتها مرحبا هلأ مرحبا كيفك كيفك شو أخبارك هلأ لا تمام هلأ سلمك لا إذا ما جغول أو شي لا تبغزينا لا لا عادي عادي فاتح والله أنا حبيت بس أنه أعتذر منك لأنه صراحة أنا زلت عنك فيديوهين و يعني حسيت هيك أنه غلطت الحالة بس أنا بس حالة أني أعتذر منك ما بدأ إشي تاني المشكلة أنه أنا مصقوبة من الكل يعني أنا شوح أنا إنسانة ما إجيت في حدا وظلمت وحكوا عني طلعا عني ولكن يعني مشكلة أنه جواني وفهد دائما كانوا يحكوا معي يعني يقنعوني جيبوا لي دلائل جعبوا لي صورة جوازك جعبوا لي كثير أشياء لأنه هذا الموضوع اللي صعير بيني وبين فهد كثير كبير فأنا بدي حدا يدعمي بالسوشال ميديا أنه يتكون معي لقل لك شي اسمعي أنا عندي في مشاهدات بس الفكرة أنا موقسة مشاهدات أنا بدي 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 أنا اليوم صورة جواز فهد اسمه كنيته عنوانه وين موجود عندي أشياء يعني يدخل السجن ما بيطلع منه بحياة وعندي دلائل يعني لح تنصدمي منها بس أنا مهوني الفكرة أنا اليوم يعني مالي حابب يعني أنا مثلا أنا بيطر أعطيكي الأشغلات تنزل مثلا تحتمس قريتك أنت وتقولي بالفيديو أنه هي الأشياء ما بدي حدا يعرف أنه أنا اللي أعطيتكيها لأنه أنا مشا ما يضر أنا أعد بدولة قانوني لأنني كلها بالعرف أني توصلت مع قصبة يعني لكثير فنة أنا معلوفين شيء كثير نظيف يعني أنا سماتي بس تخت مع فهد أنا أغنية بقناعتك تمام؟ أغنية بقناعتك وراح أحرق دمه زي ما عمله فيني هاي فوت فهد فوت بطار جواني المشكلة أقول لك أنه أنا جواز شوفي شو اللي ماسكو أنا عليه مير مير جواز سفره لأنه كان يعني يعني هو لقلك شغلي اليوم في أشياء أنا جواني اليوم وأتحكى معي كان عم يبعث مصاري لألي وبعث لشي اسمه لفهد تمام؟ هو أصلا اسمه فهد الزين الحقيقي بس هو له اسم كامل لسه تمام؟ يعني هو اسمه هذا بس له كمالي إلا الاسم كان جواني يبعث مصاري لألي ولأله وأنا معي مكالمة لما كان يحكي معنا ويتفق إليش بدنا مصاري وحتى فهد قال له أنا ما أريد أن أشر من الشهر الجاي لأنه أنت تعطيني مبالغ عليلة قال له إذا ترفعني السعر لأحتى أقدر أكمل معك وهذا الحكي ما أحدا بيعرفه غير أنا وجواني وفهد حتى أنت ما بتعرفي إنه هو وجواني ما ننبع علينا ما نقول لأحدا طبا حاليا يا حباي بس حب إليك شفتكم حقيقة معينة واللي هي بالمختصر إنه أكو شي اسمه فلوس محمد جواني لا يطينا فلوس لا قناتي عندي محمد جواني كلها عبارة كانت كذبات إحنا كذبنا عليهم أمود نوقعهم بالفخ مالتنا فأتمنى تفتمون هذا الشيء وحاليا كاملوا بأخير المكالمة عندي اسمه شوف أنا ضائف معك بكل إشي بدك إياه بكل إشي من أي ناحية بدك إياه بس أنا مستعدة شو ما بدك شو ما بدك شوف أنا أنا مش زياد على المسخين واضح إنه كلش أنتم مهتمين إنه وواضح إنه كلش مهم بالنسبة لكم وريدون أنتم أقولوني بأي طريقة على كل حبايب خليني لمسخرهم شوية فأسمعوا حاليا شنو قالت ما هي الجمال لأن الخطة الجهنمية و 갖نطر على أكشن بس تتخذ عنواني عليهم و تجدون تتراقب المدة أسبوك كامل بلسيارة اسمعوا اسمع علي دلني عااااااااااااي راقب فيهم إلا شئ بكل إشي وأنسك عليهم ما ما شتى والله على اسمع انك اذا أصل عن ست أنت إبغان أصل ليس؟ لأنه قليل من الإسلام وقليل من الناس اللي عندها شرف صح، كانت ساك مجمبي بالمانية أنا بحكي تمام مع إم بيسان وإم بيسان وبخلي بيسان وإم بيسان كمان يدعموك أنا ما بدي يدعم، أنا بدي خطة، بدي ياكي تمشي معي بخطة لأنه ما يكون حزرين تشيلي؟ أنا شوفي إذا بتطلع بيسان، شوفي إذا بتطلع بيسان وإنتي لا تدافع، أنا بدي يعني ما رجل لك أنه أنت لابسة لانجوري سنتيانة قدام هذا الشاب مبارب، تطلع إمامه هيكو الشناعم شوي وعمل له فقط مرشوب إيه، وفي أشياء أكتر رستا، إيه، بيسان وإم بيسان، أنت بتتضمنين؟ ما يتعنوا بظهري؟ ما بتعنوا بيدغربني، إيه ما عارب، أنا بقول لك معايتين وإذا عندك هلا أنك تبعكي، أقعد أفكر، أفكر له خطة بنت حرام ثم بعد طارق الباشا، اتفقوا إيه ماي الجمال، إيه نزلوا هذا المقطع لأساس ذي يفضحوني بيه أنا محمد جواني أساس أنه ينطيني فلوس دون هي كلها عبارة عن تنثيل مؤكثر، واتفقنا بيها أنا محمد جواني وطارق الباشا بشير حولي بموضوع أنه بيسان وإنس شايب راحوا نشروا هذا المقطع ستوري وانضحك عليهم بعد ثلس ساعات ثم أنا حبايب أكو هواي مكلمة صارت وإياه ماي الجمال، فيها فضايح من المليون مقطع حنزلكم إياه في المستقبل فصارت مكلمة إياه حبايب بين أنس وبيسان إسماعيل وماي الجمال وطارق الباشا، وأنا محمد جواني شنة دانس ما أكل شيء طبعا المكلمة ممدة تساعدة، كيد ما راح قدرحتكم إياه بالمقطع، ولكن أكيد راح نفضحها بمقاطع جاية وهذا المكلمة تساعدنا أنهم محمد جواني دانس ما أحب الكامل، وهذا المكلمة يا حبايب صارت هواي أشياء راح أحطكم إياه حاليا شو أنس وبيسان صاروا يحطون علينا وماي الجمال هم تحتي علينا؟ للصراحتين كل اللي صار عبارة عن مسخرة، وهما صاروا عبارة عن مسخرة وما صاروا يحطون علي النور مار ويسابون نفس الشيء على النارين بيوتي أما بالنسبة للأشخاص اللي حسؤلوني شون أنه يجواني شنة دانس مع المكالمة، فمثل ما شفين حبايب حوحات بإذانة سماعة وبهاي سماعة يسمعنا، وحنا نقول له شنو يقول أعطكم حاليا المكالمة، اسمعوها أهلا أنس أهلا عم تسمعني؟ أهلا 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 أنس أنس طارق عم بيحكي أنه في عنده في عنده مماسك خبر خليل ما يدعني مملكة القصص مع جواني مع بعض يعني عنده صغلات كتير خطيرة خير عن تشجيل النظر اليوم كشف بسيط يا حبايب أنه كل اللي حيقول طارق الباشع براعا تمثيل وماكو أي شي حقيقة وطارق ما عنده أي شي علينا لأنه أساساً ماكو شيء أساساً علينا طارق ايه حبيبي اسم ايه ايه مملكة القصص كلهم والله مملكة الخضايا تمام؟ كيف شغلت على الواتساب اللي عنده بيسان وعندها تقول تضيع الجواني ويضيع للقصصات وعجب كلهم ايه حساً قدرت لك كم سؤال تمام؟ إنساني منهم مم حساً انت غاسميني؟ اه طبعاً كيف انت كنت اه ما تعرف انه الخلاضة جوجو بعطيه لمملكة القصص مصاري حبيبي أنا ما نزلت غير أنا بقناتي ماري منزل غير فيديوهين بس أنا اليوم مرحوة طارق اهلين مين؟ أنا بيسان اهلين خالي شو اخبارك؟ اهلين خالي شو اخبارك؟ طبعاً نعم نعم يا سيدي نحنا مثل ما قلت لك ما بيهمني على أخوي ولا هداعك بس اللي بهمنا انه الله كشف الحقيقة على يدك على يد غيرك يسمع مريك ويكتب لا كجواني اذا بيطلع بكرة بيمسحني مسح والمشكلة هو عم تبلغني تبلي يعني اليوم نزلت فيديوهين ورغم هيك شوف الديسلايكات ولكن مشكي لا جايب لهم دليل جايب لهم دليل وعم يسبوا شوفوا الانستغرام عمي هتروليى اذا و أنا زي ما عم بقوللك والله اطفال اطفال م عندي حضروا الفيديو بس فرجاني المسيجات معجاش نوعه مش مسيجات بينجواني وبين ناريين منقoting مسيجات ناريين آ Kansas 9 انا ما بقدر عجواني جواني بيمسحنا مسح ما تزعلي مني من هالكلمة جواني اليوم تحت ايده خمسة عشر يوتيوبر هادا زي بعطيهم الاوكي بيمسحنا مسح من اليوتيوب نكون صريحين ما بنرجزع عبارة انتو صلكم فترة ما حدا عم يعلم في رد عليه انا اليوم فهد وثق فيني كثير وحكا لي كل شي وعرفت شغلات لو تعرفي فهد شو علاقته بجواني ولو تعرفي فهد عفكرة مقيم بتركيا فهد بيسافر بين تركيا فهد عايش بتركيا بي اي اضانا ومعي عنوانه كامل بحسين اعطيته مياه انا بدي تعطيني عنوانه كامل تعطيني اسمه كامل عشان الصبح اطلع اشتك عليه انا بدي بيسان الزلمة شوفي هاي شغلة الزلمة حشز تيكت على لبنان هو بتواصل مع شركة فهد خايف مرعوب مرعوب من الجواز الجواز اللي معنا نحنا هدا ممسكنا طول حياتنا هو خايف مرعوب مرعوب بينسجن ليش بينسجن لك صورته وجواز التشهير هذا عليه مشاكل اصلا لك هذا اصلا ملاحق هو ملاحق اي هذا بيطلع بجوازات مزورة هذا جواني هو اللي مزبطة والله كلهم ايوه ايوه فهمت فهمت الطابق هذا زي المسك راح فيها خالص بيشتغل في التذاكر التذاكر اللي بيتم باعها هاي الجوازات اللي مزورة تلك هاذا كان هيرم ايوه 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 من Iceland هاذا ذول موافيا مافيا أنا خالص فهمت عليك اي أيوك ال مهرم منشك جمهوره مش كلينه انا بتنسي جمهوره بحبه هو فات كل الولاد انا اقول مايا مايا انت تنجل لفيديو وتبعت له مايا ومايا حصريا حصريا اقنات بتعمل ردة فعل عليه وبتعمل لك بتحط رابطك بالتحت بدنا نحنا صغار نعد زالي مني خالي نحنا صغار الدعم جواني اذا ما حدا طلع كبير حط ايدي بالموضوع ما لحبش الحال انتو عملكم انتو بيوم واحد تنهو بعمل كل شي انا ماني بتعدي ساعدوا لجواني ولا بمتابع واحد تشرف عينه عندهم متابعين شو ده بالمساعدة انا احنا ناخد حقنا بس هو بعد الدلائل هاي لحينتهي تماما باليوتيوب ناس هتكرهو وماعد حدا يتابعو تعلم ما حدا بيستاعها ان لا مملكة القصص ولا جواني تطلع بيسان تحكي عليها ندافع عن حقنا فشر انا اشرف من امه امه اللي خلفته هي اللي بتصاحب وشلاف امه عبدالصاحب تذكر كل الاميات هي يعني ايه ابن حرام لابعد درجات وشان ايه خلص يعني الفيديو ينزل عند مايا وانتو تدعموا مايا ايه اتنسق انتو مايا ونحنا رح ندعمه انا بهمني بس تقلب القصة بس تقلب القصة بس وبعدين انا بكمل لحالي اذا بدكم يعني انتو طالما مايا هي صارت من طرفكم انتو دعموا مايا خلي الموضوع يقلب على جواني وانا بكمل لحالي اذا بدكم اذا مو حابين توفوا مايا انا رح ادعم مايا حتى لو مو عني جواني رح عمل لك عليه دعمي مرتبة حتى لو اذا مو عني جواني ماشي ما رح نقصر معك وحسيت انو انا انساني يعني خلص الله بجيب لي حقي انا انا قال لي كان عمر 14 سنة لا مخيل مثل مخلوم ولا عقلي مثل عقله ولا خباستي مثل خباسته ولا والد انت حرام يعني ما في يعني هو انسان كان اكبر مني وكان اخ خبيث خبيث اي تمام لان انا قلعته لان انا قلعته لان انا قلعته ولانه ابوه ابوه يلي بس رجلي حتى رو اتنظر عن هلأ نحنا شاهدنا بكيف فكرة بس نزل صورته مش شواته صورته اذا بش هاي صدق نص البنات راسمته بخياله انو شغلي وشخصيه وحنيوة من صوته بس فرجيونا انو لك اشخ تجربه اعتقفى صورته بس عمل لك فكرة سدخل نور مار اه سدخل نور مار لا تجربه وتركه وعيبه تركه اصلا نور مار عنده ميت طوام اثما قلت لكم هذه المكلمة كلش طوية تقريبه مدة الساعة راح نحطها بالمقاطع الجاية مقطع ورى مقطع طوام بعد ما صار هذي شي راح نعانو محمد اجوان ويانا طارق الباشا شجلنا شوي ادخل في الكواليس وشون صرنا نضحك عليهم انو بتل الساعات بس قدرنا نضحك عليهم طوام الناس الوقت هنا شاهدت مية الجمال قاعدة تضحك علينا راح اضعكم ستوريت قبل البداية مال مية الجمال شوفوه ايش انتشت علينا انا بقولكم شغلة انا عرفت مملكة الكذب وين ساكن في تركيا وبعد بكرة وين مسافر وايش اسمك الحقيقي وشوه شغلك في تركيا كتير شغلات ارفعوا الشاشة بسرعة وفوتوا شوفوا بعينكم واسم عبدانكم الحق معي انا وبين كل اشي بالفيديو مين اللي بيقبض مصاري وليش بينزلوا عني وليش بيحكوا عني اخبار كله في مصاري زي ما انا حكيت لكم 500 دولار اصلا عبادري المسخرة اللي انتو صرتوا بيها انتو فعلي عبارة صرتوا مسخرة فكل حاجة انا عبادكم حجيتوا بعلنه هو اساسا احنا طلعنا لكم اياه فصرتوا مصخرة خمسة اربعة ثلاثة اتنين نتكد من الصوت شغال تماما يلا هايت انا عم نغلق طبعي شوار قدرات حلق عنكم يعني انا جو ندخلتون الناس بعتلي كله شوي بثلاث ساعات معالي بثلاث ساعات ضاجت السوشيال ميديا كله طبع احنا اسفيد دخلناكم بالقصة بس بدنا نشب حييتها الصراحة اي والله ونشعروا صوريات نشعروا بيسان انا نشعروا الصراحة الصراحة بأحكي انت عم تسجلوا كل شي موقف كله كله عم تسجل معالي الصراحة الصراحة يا طاري وفهد انا اول اعرف عافية بس والله احنا من الاول انت انت خاص سكرت الاسرس لما انت عاجي طاري اقل لي احكي الام وصح عنه ليش ليش تبدو سيكتن لو ارجل الناس كيف يلعبوا اللعب يعني هي نفس اللعب اللعبوها هن عندن بس الفرق ان احنا كانت تمثيلنا اشطار ايه حلو الله يعطيك العافية طاري وفهد اكلتنا كنما ثبات بس الناس لما تشوف الحقيقة لاح تفهم ليش احنا عملنا هذا الشي نحن هدفنا يا جماعة بهذا الفيديو نكشف لكم اللعبة كله يعني انا اليوم مالي جاسوس لحتى اعود حكم العالم ولكن انا اليوم خاطرت لحتى اجيب لكم النتيجة والقرار عنكم يعني وبدنا نثبت للجمهور انه لا تصدقوا اي كلمة تطلع السوشال ميديا يعني ممكن تطلع كل مليون قصة صار عليها خلف الكواليس اليوم لما صرت تقول علي انا متفى ماجوان مبارسوا هاي صلع قدامكم الحياة كلها يا جمال مشكلة فهد المشكلة فهد اليوم لو انا عن جنب اعطيك مصاري والله برجينا برجينا مايا هاي هون شوفوا مباشر هاي والله العظيمة بين هاي مايا مايا برجينا انه هاي مباشر كله تازة هاي هاي شوفوا شاشة صاح احبكم وفهد كان عم يتحدث مع عجواني وعن يطلب منه يزود له الرات ارفع الشاشة بسرعة وفوتوا شوفوا بعينكم واسم عبدانكم الحق معي انا وبين كل اشي بالفيديو مين اللي يقبض مصاري وليش بينزلوا عني وليش بيحكوا عني اخبار كله في مصاري زي ما انا حكيت لكم 500 دولار 500 دولار 500 دولار متأكدة يعني انه هاي كانت خطيحة حقيقية هي مو عرفاني الصدمة انه جواني بحياته ما بعطلو يورو واحد لفهد وكل شي معلومات حكيناها اليوم بالفيديو هي كانت كلها كذب بس لحتى نوقعون خليوني يسقوا فيني لجيب المعلومات واسبتوا لكم الحقيقة قدامكم الملك اللي انا بدي وجه رسالة ثواني عيد عيد تعص بيكار اه بدي وجه رسالة لكل المتابعين اول شغلة طارق مخاطر بهذا الشي كرمالي وكرمالي الشي اللي عبوه لأي اخر شي فهد اه الله يطيل الف عافية يعني هو بالنهاية صح كانت اخبار وكل الشي بس زلمة اعمل كل الشكر مالي وشكرا يا طارق شكرا يا فهد اه على كل حال اه على كل حال اه اه انا بوجهكم كل اعتزار وكل الشكر لكم برغم انها حاليا عم شوف كتير كمية هجوم على اللي فون وعلي وعلي وعلى الكل بس الناس اللي ما تعرف الحقيقة تعرف ان هين ناس قديش هسخة افل كواليس بس هي بديها كوصل الناس بس مستنين شغلة واحدة مشان يوقعونها فيها صح ايوه طبعا بعد ما تسكرنا هذ المكلمة صرت هو هي مكلمات ويا مايا الجمال كلها مو مهمة ولكن الشي المهم حاليا وانو كلاب الشهر اللي صار لهم ساعة يطلعون يهددون بينا وعسا عادهم فضائح على محمد جواني وغيرها ترفعون ان ما عادهم غير تسجيل واحد اساسا عن محمد جواني وهو كان يسبي مايا ولكن كلاب يشعرون ياخذون السبب من محمد جواني طبعا صاحب البيت هو هذا الشخص اللي كان وياهدي يصور تيك توك واللي هو اساسا حبيبها فبعث ساعتين بين اجرة البيت هي راح تحشت وياهذا الشخص وصاروا يسوون اشياء زا 18 بنفس البيت طبعا هناك مقاطرة تثبت هذك متشرت بالتيك توك انا عادة مسكول في شغلة واحدة بس بس بدي اسأل شغلة اياه اسمولي اسحاب اياه اسمولي اسحاب اسمولي اسرح لي عنهم كيف عندك اياهم اي صاحب اتفعش محرودين اه اه حبيب اكيف حالك انا اسمول الله اسمولي اسبع بس دس ادرك عشان المواطن المستخيف بالمرة بس انت شفتن بهيونك يعني اا اا كان ترجعني في فيديو كانت لابس فيه اثياني سودا وكانت ممكن معك انت او مبارك اي صياني سودا اه كيف نسوي كلنا يعني قادي النرقص ولا شعوق اه ديما ما فهم تلك شو عارفني فك فك راش شو عارفني ميك الشياء هل أنت؟ نعم 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 تريدين تهددين وتفضحيني واساساً كلّي لعندك كان وخطط من عدنا يعني لعندك تتجواز ولا شيء أما بالنسبة حالياً للتسجيل هو عساس يستخدمون فضيحة ضد محمد أجواني أعطيكم حالياً للتسجيل بالكامل وطمع هذا الشخص عمر هو كان وياها وشوفوا شون صارت السب بمحمد أجواني وشون صارت السب هذا يوضح أنه شون كانت تريد تغضر بمحمد أجواني فصارت تسجل قبل ما تبدي المكالمة وراحطكم المكالمة بس ركزولي شون صارت تقول وركزولي بالأخير شون قالت بنهاية المكالمة اسمعوا حالياً المكالمة كامل أيجواني أهلو 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 مالك لماذا أعمل لماذا أعمل كل هذه الأصص ماذا يعني؟ أهل عادي لا يوجد شيء أعود يروح يا عادي طيب تمام أنا بياك أصحاب ومنصور ومنعمل بس ما في أصحاب أصحاب لا 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 ما رح نصور كيف يتعل نورس لأنه نورس رح يحرقك الخاروف اللي جنبك وراح يعلق وأنا رح علمو كيف يتعل منطرة كاي اللي وما بيعرفين للسهر يا أخي شو دخل هذا في هذا أش دخل هاي القصص في هاي القصص يا عمي هاي حياتي الخاصة ما حدا إلو عندي فيها كسي وانا حرة في حياتي وانا حرة فيها طيب طيب لماذا تدخلوا هاي المواضيع وبتدخله للقصص طالعوا ناس لا يكون انا رايحة انيك الشاب مثلا يا صمح الله كيف تجيبي رقمه كيف انا عرفتك انا ختم من البيض عرفتك عليك طب شو يعني جواني اش يعني شو فيها اردني مثلي مثله شو يعني اسفع المقاطع يا حباي بس شوفوا النذال اللي تريد اسويها بمحمد جواني قررت تقول ان هو اردن يا حبال ان هو راح يسب الاردن طبعا اردن اكيد متمرية من هذه الاشكال وطبعا اهل الاردن كله على العين وعلى الراس شو كمله المكان اردني صح صح ما في اي مشكل هذي انت خسرت رفعاتي وخسرت كل شي حبوك وكان لعب عب كبروك بس انت بتاعود تكوني ايك تمام تمام هلا اش اللي بدك اياه ما تعد تسمعني حكي فاضي اش اللي بدك اياه اش اللي بدك اياه ما جاي ما جاي وما بدا شوف حدا خلص طيب اوكي انت حكيت الحكيها ما نشوف فاضي لا جاي ولا بدا شوف حدا ولا اشي انا حرة بحياتي الخاصة بعمل البدية خلص خلصانة سكر وقف التجل شو رايك بيبي مو خلين كملكم استناروا مالتها فطارق الباشا بعدها طلب من عدها انه يصعدون ببث مباشر وبهذا البث المباشر فعليا بث مصخرة صار كله هم فعليا قاعدين مسخرون نفسهم بهذا البث مباشر وهما ما يدرون يدرون ببث مباشر انتش تنقل طارق الباشا كل الكلام عن طريق هاي السماع شانت باذنه وعن طريق التليفون الثاني شانت يشوفها وهم عبالهم انتشان يضحكون عليها ما يدرون ان انتش انت اضحك عليهم وطبع طارق الباشا صار يضحك عليها هوايا وحتى اساس انكشف لها الحقيقة بالكامل انه اساس مو اياها ضدها طارق الباشا صار يقولها بالبث المباشر انه اني موثل بارع و اقدر اوحك بيه على الكل ولكن واضح انه هي كلش ذكية بحث مقدرة تتشك بالموضوع وصار يقول انه اكو قنبل رح تنزل والهو يقصد وقنبل هو مقطعي حالنا رحطكم شوية اثباتات تثبت انه ما يتجمال انسانة منافقة واللي حالي اساس هي ذات عمل ويه ام بيسان فاكو تجيل هذا التجيل عود تاريخ الى 2021 شهر الاول يوم واحد وثلاثة يعني حوالي 14-15 يوم خلني يشوفوا هذا التجيل شو نشاهد تقول على ام بيسان وشون السبع عليها بدي اسألك ام بيسان ممحونة تحب الشباب انا هيك حسب علمي بالله ما لفت عليك عشانك حلو ما رح اقول من هذا الشخص ولكن انت توقعين من هذا الشخص اللي تتحجيني ام مكالمة حالي هذا الدرس بسيطي حبايب عم نتعفون ويمنوا قاعدين يتلعبون طبعا رابط قناة طارق الباشا الصراحة ابيانا هو هي بالموضوع وهو اساسا ما يحب المشاكل وما لا علاقة بالموضوع كله ومجرد ان احنا تحدينا انه يقدر يسوينا فيلم اخراجي مثل اللي سويته مايا ويوم بيسان الصراحة طارق الباشا مخصر وقدر يسوي هذا الشيء وضحك عليهم باربع ساعات بس وهم احتاجوا شهر كامل على المتضحكون على محمد جواني واساسا لحتى ما قادروا يخذوه من عنده اي شيء وطبعا محمد جواني حين نزل المقطع على القناة ويسوي ردة فين على المقطع مالتي وهيزل بعض الساعتين وحاليا خلطنا الفيلم مالتين من اخراج طارق الباشا واستناريا مالتي وتمثيل محمد جواني فهد الزين وطارق الباشا شفنا بحقيقة مايا الجمال وانا سوبيسان وامبيسان وهي اشياء رح تعرفوها بالمقاطع الجاية وصلوا حبايب لهم صناعة المقطع طبعا اتمنى من كل الاشخاص اللي سببوا وطارق الباشا نعتذرون من عنده سببتوني مو مشكلة لكن تعرفون من الحقيقة واني مستحيل لتعمل بي اي شخص بفلوس او اي شيء فبس يا حبايب انا نقل اخبار قناتي الي ومحمد جواني ما لا علاقة بقناتي لا ينطيني فلوس ولا شيء اقسم بالله العظيم وبس جانك فايزا مقتنى لك القصص مع السلامة شكرا